احتفلت وزارة الخارجية بمرور 77 عاما على توقيع ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة في مصر وتضمن الاحتفال كلمة مسجلة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش تلاها كلمات لوزير الخارجية سمح شكري ومنصق مكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا قبل زراعة إحدى شجيرات كرسلة للعالم قبل أيام من انعقاد مؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخ نعتز بهذه المناسبة وأيضا العمل المشترك فيما بيننا وبين آليات وأجهزة الأمم المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وعلى المستوى العالمي ولكن أيضا العمل على دعم خطة مصر التنموية الطموحة والاستمرار في هذه الخطة بما يحقق رفاهية الشعب المصري ومستقبله نحتفل اليوم بمرور 77 عاما على إنشاء الأمم المتحدة ومصر من الأعضاء المؤسسين لميساكي الأمم المتحدة لذلك نحن فخرون بشراكتنا مع مصر ونقدر بشكل كبير الدورة القيادي لمصر ونحن سعداء لأن مصر ستصطديف كوب 27 استضافة مصر لمؤتمر تأتي في وقت حرج للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية قيادته مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ ستزرع الأمل من جديد في نفوس الشعوب نحن كشباب نحن أكبر أكتر فئة عمرية هتتأثر بيه التغيرات المناخية بيأثر على صحتنا وبيأثر على مستقبلنا بس في نفس الوقت نحن أكتر فئة عندنا الابتكار وعندنا الإرادة أن نحن نواجه تغير المناخ على المستوى الأرض نحن بنعمل الحلول بتاعتنا وفي نفس الوقت أصواتنا بنبقى عايزين نوصلها لصناع قرار علشان نبقى بنشتعل مع بعض كشركاء فده دوري كمبعوث ده أول مرة في تاريخ المؤتمر يبقى فيه مبعوث للشباب ويبقى حلقة الوصلة بين الشباب وما بين شغل رئاسة المؤتمر